مشاهدين أسعدتم مساء ملخص لأحوال الجوية المتوقعة في البداية نلاحظ أن هناك طقس بارد هذه الليلة وأيضا طقس ربيعي من الأربعاء وحتى يوم الجمعة بإذن الله وبالتالي أجواء مشمسة في النهار ومستقرة عموما أعزاء المشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك ثلاثة ألوان اللون الأخضر يمثل درجات الحرارة الأقل بينما اللون الأصفر يمثل درجات الحرارة أعلى وبالتالي اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى فبنلاحظ أن اللون الأخضر يسيطر تقريبا على أجزاء كبيرة من المملكة وهذا أدى إلى حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة الليل الماضي ونهار هذا اليوم لكن إن شاء الله اعتبارا يوم الأربعاء يقترب اللون الأصفر وبالتالي ترتفع درجات الحرارة تدريجيا على المملكة ويوم الخميس مساء يقترب اللون الأحمر وبالتالي هذا دليل على أن هناك ارتفاع آخر على درجات الحرارة بيكون واضح هذا الارتفاع يوم الجمعة ومساء يوم الجمعة بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة درجات الحرارة متدنية درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة الصغر المتوقعة حوالي 7 درجات مئوية أقل من المعدل بحوالي ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الأربعاء ارتفاع قليل وبداية لارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأجواء بتكون لطيفة ومشمسة في النهار يتخلى لها ظهور بعض الصحب المنخفضة ودرجة الحرارة بتكون العظمى بحدود 19 درجة مئوية تقترب من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة لكن الأجواء بالليل تميل إلى البرودة قليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر والصغر المتوقعة حوالي 10 درجات مئوية يوم الخميس والجمعة ارتفاع آخر تدريجي وقليل على درجات الحرارة تصبح درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أجواء مشمسة لطيفة ربيعية لطيفة معتدلة بالنهار ولكنها تميل قليلا إلى البرودة ليلا درجات الحرارة بشكل عام حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغر المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة في المناطق الشمالية أربد العظمى 20 والصغر 11 عجلون 19-10 جرش 22-11 المفرق 21-10 درجات مئوية المناطق الوسطى عمان 19-10 البلقاء 19-11 مأدبة 19-9 البحر الميت 26-18 والزرقاء 22-11 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل قليلا إلى البرودة بالليل قاصة بعد منتصف الليل الكرك 20-11 الطفيل 19-10 الشراح 18-9 العقبة 27-17 وإمعان العظمى 25 والصغر 11 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أجواء مشمسة لطيفة بالنهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا الأزرق 24-12 الصفاوي 24-12 والرويشد 23 إلى 10 درجات مئوية مشاهدينا نتمنى الجميع أوقاتا سعيدة وصياما مقبولا ولكم تحية مني ومن طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة